أكد قائد عام المعسكرات الكشفية للخدمة العامة في المشاعر المقدسة الدكتور صالح الحربي أن الجمعية اكتسبت خبرات تراكمية كبيرة في إدارة وقيادة معسكرات الكشافة في الحج وأنها تفخر بقادتها الذين يقومون بقيادة المعسكرات الفرعية لافتا إلى أن الكشافة السعودية صنفت كأحد أبرز الجمعيات الوطنية حول العالم في القدرة على إدارة الحشود عبد المحسن التميمي يروي تفاصيل عمل الكشافة في هذا التقهير من المشاعر المقدسة الكشافة أو أصحاب المندي الخضراء كما يطلق عليهم بعض الحجاج هؤلاء الشباب رسل خير ومحبة وسلام يحملون رسالة سامية من خلال الخدمات والجهود التي يقدمونها في المشاعر المقدسة وفي نقلة نوعية تطور عمل خرائط المستخدمة لإرشاد الحجاج في المشاعر المقدسة من خرائط يدوية إلى استخدام التقنية الحديثة بهدف تسهيل إرشاد الحجاج أصبحنا الآن نقدم الخدمات عن طريق الإرشاد الإكتروني وهي خدمة مميزة تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية في جمع الإحداثيات لجميع المخيمات وجميع المراكز وجميع القطاعات في مشعر ميناء ومشعر عرفات أيضا بدأنا بتدريب عدد من أفراد الجهات المختلفة على قراءة الخرائط الإرشادية وتوجيه الحجاج لكي نتعاون جميعا في إنجاح موسم الحج بكل يسر وسهولة ونقدم أفضل التسهيلات كما تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن بعدها القطاعات التنفيذية والجهات العاملة في الحج تساهم الفرق الكشافية المتواجدة في المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة في تنظيم دخول الحجاج المحتاجين للرعاية الطبية نقدم المساعدة اللازمة ووضعونا في المركز الصحي اللي هو مستشفى من الطوارئ مساعدة الناس تنظيم الصفوفة عند الاستقبال والرسبشين مساعدة الطوارئ إذا جات حالة طارئة نطلعها فوق نقوم باللازم نقل العربات أن المكان اللازم مساعدة رجال أمن المستشفى بما يقومون به وهذه بعض الأعمال التي نقوم بها في هذا المستشفى في المجال الصحي من أهداف المعسكر الكشافي الإسهم مع الجهات المعنية في الحج لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وغرس روح التطوع وحب العمل لخدمة الآخرين عبد المحسن التميمي الإخبارية المشاعر المقدسة بيضاً من الحرم المكي الشريف معاي خالد الربعي أهلاً يا خالد عبد الله كيف الأمور عندك؟ ما في ذاك الزحمة؟ لا لا أبداً المسجد الحرام تقريباً من العصر من الساعة الخامسة عصراً دخلت المسجد الحرام خالي أو شبه خالي تماماً من الحجاج الحجاج تم تفويجهم من بعد صلاة عشاء أمس حتى قبل صلاة ظهر هذا اليوم أي أيضاً بقي بعض الأعداد القليلة جداً من الحجاج توجهت مباشرة أو تم تصعيدها بشكل على شكل مختلف يعني كل وقت تطلع مجموعة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة الحقيقة التي تقوم بها الجهات الأمنية خصوصاً قطاع المرور الحقيقة على الطرق المحيطة بالمسجد الحرام زي ما تشوف زميلي عبد الله الساحات فاضية الحجاج أخذي راحتهم من بعد الساعة الثانية عشر الحجاج أو الحرم سيختلي تماماً من الحجاج باتجاه مشعر عرفات بإذن الله تعالى طيب الوضع عندك الآن الأجواء للناس شلون صايرة في ظل الأعمال اللي قاعدة عندكم في ظل الحركة الكبيرة جداً للسيارات حول المسجد الحرام كيف الوضع عموه؟ حركة المرور تحديداً عند المسجد الحرام أنا استغربت وأنا طالع من مقر السكن في ميناء إلى المسجد الحرام ما أخذ مئة عشر دقائق فالطريق سلس تماماً والله الحمد زي ما ذكرت قبل قليل يعني حركة المرور كانت سلسة جداً وجهود كبيرة يقوم بها رجال المرور وتشديد على عدم حاملية تصريح الحج طيب يقال يا خالد أن أهل مكة دائم يعني إذا الحج كذا يروحون الحرم بعد الساعة 12 إلى بكرة يكون ما في أحد أبد فاضي نعم صحيح؟ هذا بكرة إن شاء الله يا عبد الله بكرة إن شاء الله عندهم يسمونه يوم الخليف طبعاً معظم المسلمين يصوم يوم عرفة طبيعة الحال صحيح لكن يجتمعوا عوائل مكة ويجلسوا في الساحات ويفطرون ويروضون يخذوا راحتهم يعني يعني أجل بكرة يوم الخليف عندها المكة نعم 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 وراح إن شاء الله تكله تغطي إن شاء الله طيب الأجواء عندكم كيف؟ الجو حار جداً حار شوي أبداً 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 نسيم بارد نوعاً ما مبحار مراوح الرذاذ أي الرذاذ شغال إذا تبعت الحرارة فوق 30 درجة تبدأ تعمل بشكل آلي يعني الحقيقة الأجواء جداً جداً إيمانية ومريحة الله يوفقكم موفقين خير يا خالد ألف شكر يعطيك العافية شكراً نريد أن نرى شيء من يوم الخليف هذا سام نريد أن نرى شيء من يوم الخليف بكرة آه عند زميل أحمد أثنيان إن شاء الله خلاص موفق موفق شكراً يا خالد دعتيك العافية